اشتركوا في القناة هي الرجل الحديدي الترايثلون وبطولة الايرون كيدز والايرون جيرز وبطولة الاكواثلون بطولة الشرق الاوسط للرجل الحديدي تستقبلها مملكة البحرين ويستقبلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجلة الاولمبية البحرينية بكل ترحيب واعتزاز فسموه عراب الرجل الحديدي في الشرق الاوسط وشارك في بطولة الشرق الاوسط بكل عزم وقوة فكانت اول بطولة تقام في مملكة البحرين عام 2014 وحل سموه فيها في الترتيب الرابع وبعد جهد ومثابرة في عام 2015 حل سموه في المركز الثاني في بطولة التاج الثلاثي والتي اقيمت ايضا في المملكة خطوات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة المميزة والنيرة جاءت في طريق الترويج لمملكة البحرين ومن خلال الالعاب والبطولات الرياضية التي وضعت المملكة وفي وقت قياسي على الرزنامة الرياضيين لزيارتها وجعلها مقصدا لمختلف الرياضات التي تحظى بمتابعة كبيرة من مختلف دول العالم حيث ان استضافة المملكة لبطولة الشرق الاوسط في عام 2016 دليل على النجاح البارز الذي تحقق في النسخ السابقة والتي كان اخرها نسخة عام 2017 وخطف سموه فيها المركز الاول بكل قوة واسرار وتأهل الى بطولة العالم في كونا تنظيم بطولة الشرق الاوسط للرجل الحديدي سيكون فرصة حقيقية لمواصلة الترويج لمملكة البحرين في ابراز انجازاتها في مختلف الاصعيدة وبالاخص بالجانب الرياضي فبجهود اللجنة المنظمة لبطولة الشرق الاوسط والعمل الدؤوب الذي قامت به طوال الفترة الماضية باتت المملكة تمتلك كفاءات عالية الجودة وقادرة على اخراج البطولة بافضل صورة تنظيمية كما وتم الاعلان عن بدء البطولة من خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه اعضاء اللجنة التنظيمية علاوة على العديد من اللاعبين المشاركين والابضال وتم الكشف خلال المؤتمر عن خط سير البطولة في كافة المراحل بالاضافة الى الكشف عن مسابقات الاكواثلون والايرون كيدز والايرون كيرلز فعاليات اللي حق الاطفال هالسنة وحق النساء تضمن العدد كبير هالسنة مقارنة بالسنوات السابقة ويعني عندنا تقريبا 900 طفل بيشارك هالسنة ونتوقع اكثر يوم السباق تسجيل يوم السباق وهي شيء يدل على ان البحرين قاعدت يعني في مجال الرياضة قاعدت شوف تطور طيران الخليج تعتز بها الشراكة مع ايرنمان وتشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على هالفعالية الممتازة اللي تخلي العالم يتشوف مملكة البحرين بصورة رياضية هذا وستنطلق البطولة يوم السبت الثامن من ديسمبر الحالي بمشاركة اكثر من ثلاثة الاف متسابق يمثلون اربعة وثمانين دولة من مختلف دول العالم والمسابقات الفرعية في السابع من ديسمبر وهي الايرون كيدز والايرون جيلز والاكواثلون بالاضافة الى المعرض المصاحب الاكسبو والذي سيتم فيه عرض المعدة الخاصة بسباقات الترايثلون مملكة البحرين مملكة قادرة على استضافة شتى البطولة الكبرى فالدور الكبير الذي يلعبه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سيجعل من المملكة وجهة حقيقية لبطولات الترايثلون فالجهود المبذولة ستؤدي الى النجاح والتعاون الكبير سيكون الدافع لابراز الاحداث الكبيرة بافضل صورة